واحد من اهم اوجه المناقشات اللي بتتم حاليا في قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ مش بس فكرة الحد من انبعاثات الكربونية او التلوث او ان العالم كله يشتغل على عدم تجاوز درجة حرارة الارض لأكتر من واحد ونص نقطة مئوية زيادة عن الدرجة الحالية عشان نتجنب كوارث بيئية كتير في المستقبل ولكن جزء مهم هو مستقبل الطاقة لان برضو الوقود الاحفوري الطاقة القديمة البنزين السولار المزود وخلافه والفحم طبعا كل دي حاجات بتسبب عوادم وبعثات كربونية هي اللي اكبر الاصر الحقيقة عشان نكون منصفين يعني في التغيرات المناخية وفي تلويس البيئة والاخرية عشان كده مستقبل الطاقة هو واحد من اهم الملفات اللي بتتناقش على اهمش قمة المناخ او في قلب قمة المناخ انجاز التعبير النهاردة مثلا كان في مائدة مستديرة مهمة على مستقبل الطاقة وبالتحديد الهيدروجين الاخضر دي مائدة مستديرة كان حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرها المستشار الالماني اولاف شولدس وعدد من الشركات والمسؤولين والمهتمين بمجال الطاقة النظيفة والتحول الاخضر وخصوصا الهيدروجين الاخضر مصر عندها هدف مهم وده جي الحقيقة في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر عندها هدف محدد في فكرة انتاج الهيدروجين الاخضر وتوطين صناعة الهيدروجين الاخضر ان مصر تكون مركز عالمي للهيدروجين الاخضر بالنسبة للعالم هركم عارفين ان في دول نفطية في دول بتتميز بالغاز الطبيعي وعندها وفر من الغاز الطبيعي فهي الاعلى في الانتاج والاعلى في التصدير وما الى ذلك ولكن الهيدروجين الاخضر ده تكنولوجيا والتكنولوجيا دي يمكن بالفعل يعني توطنها نشتغل عليها اه اي نعم زي حتى الرئيس ما بيقول يمكن في مشروعين موجودين في الدول النامية من بين 680 مشروع مثلا في العالم ممكن الدول النامية تفتقر للتكنولوجيا تفتقر الامكانات محتاجة مساعدة ان هي تشتغل في عملية توطين صناعة الهيدروجين الاخضر ولكن مصر بالفعل خطط خطوات مهمة جدا في هذا الطريق والهدف واضح ان هي تكون مركز عالمي في انتاج وتوزيع الهيدروجين الاخضر بالنسبة للعالم كمصدر مهم من مصادر الطاقة وخصوصا في المستقبل النهاردة مثلا رئيس حضر تدشين المرحلة الاولى من المشروع الاول لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس منطقة مهمة جدا في المشروع ده واحد من اهم المشروعات اللي حاليا شغالة في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس بتقوم بمصر مع شركة سكاتك النرويجية حاجة كده عملاقة وصرح صناعي عملاقة فيما يتعلق بانتاج الهيدروجين الاخضر واللي اكيد هيكون نقلة نوعية في مجال الطاقة مش بس من نسبة المصر ولكن من نسبة العالم